اهلا بحضراتكم وحلقة مختلفة حلقة مختلفة لانه واقع الامر ان احنا بنعيش اياه مختلفة واحنا تعودنا مع بعض على الصراحة وهذه الصراحة حنحاول ان احنا نقول فيها الكلام اللي يزق البلد لقدامه الكلام اللي يجيب نتيجة الكلام المختلف شوية عن الاكل الشهات والتنظير السلبي اللي بيحصل واحنا بنتكلم حتشوفوا حضراتكم على النصف الاخر من النافذة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي الى القاعة الرئيسية في قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ لحضور الجلسة الختامية وحفل الختام للمؤتمر الوطني الاول للشباب اللي انعقد على مدار ثلاثة ايام ثلاثة واربعة وخميس في مدينة شرم الشيخ والحقيقة انه الكلام اللي انا هقوله لكم متعلق بالمؤتمر ده متعلق بالثلاثة ايام اللي حضراتكم تابعتوه وانا عارف انه بعض من حضراتكم شوية يمكن يكون شايف انه الجرعة زيادة شوية وان الاعلام بكل القنوات سواء قنوات اتحاد الاذاعة والتلفزيون وماسبيرو او القنوات الخاصة او الاذاعة او التلفزيون كل الناس كانت بتكلم اربعة وعشرين ساعة في الثلاثة يام اللي فاتوا عن مؤتمر الشباب وممكن بعض من حضراتكم يقول متبلغوش اوي بقى وبلاش الطنطنة وبلاش التطبيل وبلاش الكذا اللي عايز يقول يقول ومن وجهة نظر بعض الناس لهم حق هم حرين بس خلوني اقول لكم انه الحقيقة انه كان فيه حاجة بتحصل في الثلاثة يام دول انا كمان كنت مشارك في هذا المؤتمر بس طبعا رجعت النهاردة الصبح علشان احضر الحلقة المؤتمر ده مؤتمر انا بسميه فرصة وحقول لكم الكلام اللي ما فيهوش ولا كلام اللي في السوادى زي ما بيقولوا المؤتمر ده فرصة ليه لانه حتى جدلا وانا بقول لكم هم الاخر جدلا فرضا يعني لو كانت الدولة من اكبر قيادة فيها رئيس الجمهورية الى اصغر حد فيها كان عامل المؤتمر ده وفي نيته ان المؤتمر يبقى كمفلاج المؤتمر يبقى دعاية المؤتمر يبقى هوه واجهة حلوة للتسويق وان احنا بنحب الشباب ومنرعي الشباب وبنهتم بن الشباب وبنمكن الشباب وبندمج الشباب والكلام كله اللي اخره باب حتى لو افترضنا جدلا لما اننا يعني ما قدرش احكم على النواية بس حتى لو افترضنا جدلا لدي نية الدولة في فكرة مؤتمر للتسويق والاستهلاك المحلي انا بقول للدولة ان هذا المؤتمر وما حدث فيه فرصة ذهبية لكم بداية من الرئيس الى اصغر فرض في الحكومة المصرية لكي نستثمر هذا المؤتمر انه يدي دفعة كبيرة للبلد كلها لقدام ليه انا بقول هذا الكلام لانه انا شفت وقابلت نماذج من الشباب المصري بجد حاجة تفرح بجد حاجة تفرح وكان نفسي كمان الولاد يبقى عندهم تحرر شوية يعني تخيلوا ان الشباب اصبحوا ملكيين شوية اكتر من الملك يمكن الرهبة او انا عارف انهم قاعدين مباشرة قدام رئيس الجمهورية وهم اللي بيتكلموا رئيس الجمهورية سامع وزير الاستثمار يعني في رهبة طبعا ما فيش حد يقدر ينكر الكلام ده بس انا كان نفسي يفتحه اكتر لان اللي كانوا بيقوله لنا برا القاعة اكبر واهم واسخن كمان من اللي كانوا بيقوله احنا بنطلع بقى برا في الاستراحة وبين الجلسات وبتاعة نطلع نشرب قهوة ونأكل حاجة صغيرة ومش عارف ايه وبتاعة فبنعتلم بالشباب ونقف نتكلم معاهم الشباب عندهم كتير كتير والحقيقة الكلام الفارغ اللي كان بيطلع بعد 25 يناير ان الشباب المصري مفرغ والشباب المصري هايف والشباب المصري فاضي والشباب المصري معندوش حاجة ان هو يععد عن نت والشباب المصري بتاعة التاتو والبنطلون السائط ومش عارف ايه وبتاع الحقيقة ان ده كلام سخيف وكلام مبتدل ارجو ان احنا بقى كنخبة وسياسيين واعلميين وناس كبيرة بدل وكرافطاته بتاع يبطلوا يقولوا اه فيه طبعا شباب دماغه بايزة بس ربنا يهديه بس الغالبية العظمى من شباب مصر هم ثروة مصر الحقيقية وانا بقولك الكلام ده لان انا قابلت 3000 شاب في اليومين اللي فاتوا شفت 3000 شاب شفت نمور عارف يعني النمر عارف النمر لما بيقبع متوثب وواعد ونفسه يكسر الدنيا عندهم طاقات وامال واحلام لا حدود له بس بيحتاجين فرصة عشان كده انا اخترت هذا اللفظ ان مؤتمر الوطن للشباب ده هو الفرصة بس انا مختلف مع الدولة المصرية لانه معظم الكلام اللي جي على بعض القيادات وبعض الوزراء في المؤتمر على مدار التلاتة يام اللي فاتوا انهما بيقولوا للشباب اهو احنا عدنا معاكو واسمعناكو واتكلمتو ومش عارف ايه انتهزوا هذه الفرصة بقى ومش عارف ايه كذا 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 وانا بقول له هؤلاء لا الحقيقة ده بكش بعينه لان اللي انا بقوله ده فرصة للدولة مش للشباب هذا المؤتمر وما حدث فيه فرصة للدولة المصرية من الشباب والشباب هعملوا ايه هم قعدوا وحضروا وجهزوا وذكروا وقالوا مفيش في ايديهم حاجة تانية يعملوها يعني منذ ان ينتهي المؤتمر النهاردة وشكرا جزيلا هم خلاص كذا هيرجعوا البيت ويحطوا ايديهم على اسمها ايه ده على خدهم ويستنوا القصد كرة الان في ملعب الدولة هتقولولي هتعمل ايه الدولة هقولولكم لا هتعمل حاجات كتير اولها اولها انها تقرأ وتدرس الكلام اللي تقال على لسان الشباب واللي تكتب في مذاكرات الشباب واللي تعمل توصيات من الشباب وتحطوا محل تطبيق وتنفيذ مش يبقى كلام حبرة على ورق ويتحط في الدرج وهي نتقابل من المؤتمر للمؤتمر لان الرئيس امبرح اول اول مبرح اعلن ان المؤتمر ده سنوي هيتعمل في شهر نوفمبر من كل عام فبالتالي مش عايزه انا ختامر مش عايزه هتحول الى موسم سنوي نتقابل في نوفمبر نحضر ثلاث يام في شرم الشيخ نعود نتكلم وننهزر ونحتفل وبتاع وشكرا لا الحقيقة ده ساعتها هيبقى اهدار لكل حاجة اهدار للمال العام واهدار للجهد واهدار لطاقات الشباب والاهم والاخطر انه هيبقى اهدار لحلم الشباب ولو حلم الشباب تم اهداره البديل هو اليأس واليأس خطير عشان كده بقول لحضراتكم انه طب حاضر ممكن يعني مش شايفها كده مع المرسل حالا ثانية واحدة القصة دلوقتي انه ازاي المؤتمر ده يتحول الى واقع عايشينه المؤتمر ده باللي حصل فيه بالافكار الحلوة الغير نمطية الغير تقليدية اللي تقلد على لسان الشباب النهاردة كان فيه مؤتمر الصبح ورشة يعني اسمها محاكاة الدولة ورشة اسمها ايه محاكاة الدولة كان قاعد على المنصة مجموعة من الشباب كل واحد منهم عايش دور الوزير واحد منهم وزير الخارجية واحد منهم وزير الانتاج الحربي واحد منهم وزير الصناعة واحد كذا وجنبهم من ناحية التانية الوزير الحقيقي المماثل لوزاراتهم كان سامح شكري وزير الخارجية ومجد عبدالغفار وزير الدقلية وداليا خرشت وزيرت الانستثمار وصحر ناصر وزيرت تعاون الدول الافكار اللي قالوها الشباب اللي تقمصوا دور الوزراء رائعة رائعة على الاقل ما سمعناش من الوزراء الحقيقيين مع كامل الاحترام ليهم فانا نفسي بقى ان الكلام ده يطبق مش بقى انتخبط على كتفك نقول له برافا عليك والله يا حبيب مسلت دور الوزير كويس وروع ميتكو لا بالاضافة ان انا بقولكو ان ممكن كتير من الشباب اللي احنا شفناهم النهاردة وامبارح واقول امبارح يتم الاستعانة بيهم كقيادات مش حيبقوا بقى رئيس وزراء ماهو فيش بقى حدش حيب يخش من الدر للنار كده بحدش بينط على طول بس الشاب ده ينفع يبقى مستشار للوزير ينفع يبقى معاون للوزير هم دول اللي ينفع ياخدوا المناصب الشبابية المعاونة للمسئولين مش البهوات اللي كان بيتقال عليهم نشطاء بعد ثورة يناير ففجئنا انه مش عايز اقول اسماء بقى بس شوية ناس كده من اللي هم كانوا عمبينين بيهتفوا في الميدان هم اللي خدوا منصب نائب وزير ومساعد وزير وزي ما دخلوا زي ما خرجوا واحنا اللي اطلطعنا على افانا كبلد لا دول اللي بجد اللي ينفعوا يبقوا مستشارين ونواب ومساعدين للوزراء والمحافظين هم دول اللي ممكن يقول للمحافظ ايه الافكار القديمة انت فتشتغل بيها دي خد الفكرة دي وخد الفكرة دي وخد الفكرة دي والمحافظ ياخد التعليمات العليا انه مجبر انه يطبق ما يصلح من هذه الافكار حاجات كتيرة ممكن نستثمرها اوعوا اوعوا تحسسوا الشباب انه يلا يا بابا عادنا معاكوا تلت تيام هر بقى على بيتك ونشوف شغلنا لا قولا واحدا وهذا الكلام على لسانية هو هذا المؤتمر الوطني الاول للشباب سيبدأ عندما ينتهي اليوم البداية الحقيقية لهذا المؤتمر والنتيجة والاثر والانجاز عندما ينتهي المؤتمر اليوم لما الرئيس نهاردة يحضر عفل الختام ويقول لهم شكرا تنورتونا وياخدوا اللقطة التذكارية وكلهم يرجعوا على اللي يرجع على بلدهم واللي يرجع على القاهرة واللي يرجع على كذا المؤتمر سيبدأ من غدا بس مش فعاليات لا نتائج لو انتهت كل شيء النهاردة بالليل يبقى ضيعنا وقتنا وفلوسنا على الفاضي واحبطنا الشباب لو تقابلنا في نوفمبر اللي جاي 2017 والشباب قالوا ده احنا عملنا وكتير من اللي قلنا تنفذ وكتير من الشباب اللي كانوا معانا وصلوا المواقع بقى ليهم مشاركة حتى كاستشارة في صنع القرار اتفرجوا على المؤتمر الوطني التاني بقى في نوفمبر 2017 اللي بقى عمل ازاي حيبابدل 3000 شاب 6000 شاب وبدل ما يبقى فيه عشر افكار في كل مجال حيبقى فيه 100 فكرة والدولة دي حالة حيبقى غير لانه حتبقى ضخنا دماء جديدة والشرايين المسنة العجوزة للدولة المصرية تم تحدثها وتم تشببها واصبحنا بحق دولة شابة قولا وفعلا مش طق حنجبس موسيقى